يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منتخبنا هيلعب مع المنتخب الأسيوبي يوم الجمعة القادمة في ختام مشوار تصفيات كأس الأهم الأفريقية 2023 اللي ضمننا خلاص السعود لهذه البطولة مواجهة مهمة لأكثر من سبب استعداد جيد لتصفيات كأس العالم والبطولة نفسها بطولة كأس الأهم الأفريقية أسيوبيا كانت كذبتنا في مباراة الزيافة مهم ان احنا نعمل مباراة كويسة في مباراة العودة نعمل أداء محترم فيتوريا جرب لعيبة جديدة لو يقدر نكسب المباراة عشان نحسن تصنيفنا التصنيف الاتحاد دا ولكورت قدم فيه فكلها أمور فيتوريا بيشتغل عليها فان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا وراء المنتخب وفي حاجة مهمة جدا أي مباراة بيلعبها منتخبنا سواء مهمة سواء مش مهمة سواء رسمية سواء ودية احنا طول الوقت لازم ندعم ولازم نساند ولازم نشجع ولازم نقوم وجودين في المدرجات ولازم يبقى فيه زخم إعلامي وطول الوقت طول الوقت المنتخب بيحتاج الدعم ميزة أي منتخب في العالم إيه؟ خد بالك أنه أي منتخب في العالم هتلاقي فيه دعم من جماهيره طول الوقت مهما كانت المباراة سهلة بقى مستهلة صعبة أي حاجة أي حاجة خلونا ندعم ونساند إن شاء الله ربنا يكرمنا معنا مدرب محترم معنا مدرب كبير عندنا كاس الأمم الأفريقية إن شاء الله نكسب البطولة بالمناسبة ما عرفش إيه اللي ممكن يحصل ودي حاجة مش هولها لك عشان نقلق عشان بس نأمنها نأمنها أنا روي فيتوريا جاله عروض مغرية جداً الفترة اللي فاتت والراجل تمسك جداً بمنتخبنا الوطن لازم نتعامل معاه بشكل جيد جداً الفترة اللي جاية لازم أموره المالية تكون ميسرة وما فيهاش مشاكل هو جهازه المعاون لازم نقنعه نقنعه معنوياً إنه لازم يكون مبسوط معانا إنه الأمور عندنا أحسن أمور إنه مهماك راح لعرض أفضل مش هيلاقي أحسن من منتخبنا الوطني والأجواء في مصر لازم طول وقت نشتغل هذا هرحيني لعب كأس الأمم صح كده؟ إن شاء الله بإذن الله عندنا ثقة في مدرب خضير هو روي فيتوريا عندنا ثقة كبيرة في لعبتنا وإن شاء الله نحاق البطولة إن شاء الله بإذن الله أنا متفائل جداً إن شاء الله ربنا يكرمنا بعد البطولة أنا بس قلقان شوية اللي هو إيه؟ خلونا بس مسكين في الراجل آه عقد 4 سنين هتقول لي لا يا عم عقد 4 سنين أنت بتقولي الكلام ليه دلوقتي وبتاع؟ هقولك مش حاجة بس إحنا شايفين دلوقتي الشروط الجزائي بتدفع بسهولة إن أمشي بسهولة كل حاجة بقت بسهولة إحنا بس محتاجين تبقى الأوضاع مستقرة جداً وزكية مستقرة على مستوى طلبات الراجل مش بس المادية على طلباته في استقرار الدوري على طلباته فيما يخص قطاعات الناشئين على طلباته في التدريبات في المعسكرات في تفاصيل كتيرة قوي لازم يبقى مرتاح هتقول لي هو يطول يدرب منتخب مصر طبعاً طبعاً شرف لأي مدرب في العالم إنه يدرب منتخب مصر بس هو أيضاً مدرب كبير ومطلوب دايماً المدربين المطلوبين دول دايماً تبقى علقان عليهم دايماً تبقى حريص عليهم أمشي قولك الكلام ده؟ فعلاً عشان أقولك حاجة هي مش موجودة يعني أعمل كسة من لا شيء لا المدربين المهمين طول الوقت تحوط عليهم فأنا بس بنصح اتحاد الكرة إنه يحوط على روي فيتوريا المدير الفني المنتخب من الوطن وكده كده هو موجود معنا لحد كاسي الأمر الأفريقية دون أدنى شك إن شاء الله ده فيما يخص منتخبنا الوطن